اشتركوا في القناة ربما لا يعون اهمية هذا الرجل الذي كان وراءها هذا الجيش او لا يتذكرون الدور الذي اداه الرجل الذي جاهد من اجل تأسيس هذا الجيش وهو الفريق الركن جعفر العسكري ذكرى تأسيس الجيش تقترن بهذا الرجل اقترانا كاملا فهو الذي عمل على تأسيسه وعمل على تأسيس وزارة الدفاع وعلى تأسيس المؤسسات العسكرية الاولى في العراق والذي ادى ادوار اخرى سياسية في ظرف كان العراق يمر بمنعطف حرج في تاريخه حينما انتقل من العهد العثماني الى عهد الاحتلال البريطاني وعهد الانتداب البريطاني وفي ذلك الظرف الصعب كان جعفر العسكري كان عليه ان يتولى منصبه ويؤدي دوره في ظل كل تلك الظروف الاستثنائية التي مر بها الوطن من هو جعفر العسكري اذا؟ شاب عراقي ولد في بغداد عام 1884 في اواخر العهد العثماني واضهر نباهة في دراساته الاولى درسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وحتى لفت نظر القائمين على شؤون التعليم في ذلك الوقت اوفد الى اسطنبول لدراسة العلم العسكري وفعلا درس هناك في المدرسة العسكرية او الكلية العسكرية كما سميت فيما بعد وتخرج برتبة ملازم ثاني ولانه كان نابها لانه كان لافتا لنظر ضباطه اوفد لالمانيا لمواصلة دراساته العسكرية هناك وكانت المانيا في ذلك الظرف عام 1910 تتهيأ للحرب العالمية الاولى يعني كانت مدارسها العسكرية في ذروة التقدم وبالتالي دخل العسكري في هذه المدارس ولفت نظر الالمان انفسهم المدربين الالمان بما اظهره من كفاءة وسرعة على استيعاب العلم العسكري وثم حينما عاد الى اسطنبول كانت الحرب العالمية الاولى قد بدأت فدخل في خضم هذه الحرب قبل ذلك ادى دورة مهمة ينبغي ان نلفت النظر اليه اوفدته الدولة العثمانية الى ليبيا الى بنغازي ذلك ان الايطاليين كانوا قد احتلوا ليبيا في عام 1911 وارادت الدولة العثمانية ان ترسل جيشا لانقاذ البلاد من هذا الاحتلال ولكنه لم تستطع لان بريطانيا كانت قد احتلت مصر وهيمنت على شؤونها ولبالتالي قامت بعملية اخرى وهي انها ارسلت ضباطا ليقود حركة المقاومة الليبية ضد الاحتلال الايطالي فكان اولئك الضباط بقيادة جعفر العسكري ومنح لقباشا فخريا ورتبة فريق من اجل يعني اعلاء شأنه في نظر المقاومين والليبيين وفعلا ادى دورا مهما هناك حتى اسر من قبل القوات البريطانية بعد ان ادى كل ما يمكن ان يؤديه ضاء بطن بعيد عن بلده بعيد عن اسناد بلده في هذه الخطوط الطويلة يعني هو كان يحارب في ليبيا وقيادته في صنبول يعني واعتمد على قواه الذاتية وعلى قوى الحركة الوطنية الليبية كان ينظم هذه المقاومة الى ان وقع اسيرا بيدي القوات البريطانية قوات الخيالة البريطانية حين ذاك يعني بعد ان اسر بقي فترة اسيرا وحينما اعلن شريف مكة الشريف حسين شريف مكة الحرب على العثمانيين انضم اليه وصار من قادته البارزين وكان له دوره في تنظيم هذا الجيش وفي العمليات العسكرية التي خاضها وابقيت عليه رتبة فريق التي نالها من الجانب العثماني ويعني كان له دوره المهم في اثناء العمليات العسكرية التي خاضها جيش الشريف حسين او ما سميه جيش الثورة العربية في اثناء الحرب العالمية الاولى حينما تأسس المملكة العراقية تأسس العراق او قبل ان يختار حتى الملك فيصل الاول ملكا على العراق اصبح وزيرا للدفاع في الحكومة العراقية الاولى في ايام عبدالرحمن النقيب ولم يكن فيصل قد تولى الحكومة ثم في مؤتمر القاهرة حضر مؤتمر القاهرة هذا المؤتمر المهم الذي اختير فيه الملك فيصل للملكية او لحكم العراق ورجح وهذا المؤتمر دعا اليه شيرشل وزير المستعمرات يوم ذاك رجح كفة اختيار الملك فيصل الذي اخلص له تماما حتى اقري حياته رجح كفة اختيار الملك فيصل وهو الذي اشرف على اختياره واشرف حتى على تنظيم مراسيم التتويج تتويج الملك فيصل الاول وشغل مناصب مهمة في الحكومات العراقية المتعاقبة شغل منصب وزير الدفاع ايضا في هذه الفترة يعني كان له دور في المعاهدة البريطانية الاولى وكان له دوره فيما بعد في المعاهدة البريطانية العراقية لعام 1930 وكان كثير السفر بين بغداد وبين لندن وواسع الاتصالات وعمل بكل جهد من اجل ان يخرج بافضل حصة لوطنه العراق في ظل هيمنة بريطانية كاملة على شؤونه وشؤون المنطقة ويعني اذكر ان انه لم يستفي شيئا لنفسه من كل هذه الاعمال لاني اطلعت مرة على رسالة كان قد ارسلها اليه الاب الاستاذ ماري الكرملي يطلب منه الاشتراك في مجلة مشهورة اصدرها الكرملي وهي مجلة لغة العرب وارسل مع رسالته هذه العدد الاول او بعض اعدال مجلة لغة العرب وطلب منه ان يشترك بهذه المجلة ببضعة شلينات فما كان من جعفر العسكري الا انه اعتذر بعبارة مهذبة قال والله انا يعني كل ما لدي انفقه بالسفر شؤون السفر والعمل يعني ليست عندي هذا المبلغ لاشترك بهذه المجلة هذا الرجل لم يكن يملك فائضا لكي يشترك بمجلة وقيمة الاشتراك لا يزيد عن بضعة شلينات فانظر الى مدى نزاهة اولئك الرجال الكبار الذين بنوا العراق وكانوا ينفقون على عملهم من رواتبهم مما يملكون ولهذا السبب هم نجحوا في تأسيس وبناء العراق في ظل كل تلك الظروف غير المؤاتية كان اول ممثل لوطنه العراق في لندن ورأس الممثلية العراقية هناك ثم تولى وزارة الخارجية بعد تأسيسها ونشط دبلوماسيا فضلا عن نشاطه العسكري حينما كان وزيرا للدفاع وقام بأعمال جليلة من خلال منصبيه ممثل العراق في بريطانيا وفي نفس الوقت وزيرا للدفاع كلما والخارجية كلما يعني شغل هذين المنصبين أدى دوره فيهما من ما يمكن أن نذكره هنا أنه أصبح أختير في عام 1930 رئيسا لمجلس النواب لمجلس النواب وأبل البلاء الحسن في أثناء رئاسته للبرلمان العراقي أو إلى مجلس النواب في وضع التشريعات اللازمة لتأسيس الوزارات الأخرى وفي أصدار القوانين المنظمة لشؤون الوزارات وحينما خرج من مجلس النواب فورا عاد إلى لندن ليتولى مسؤوليته ممثلا لبلاده في بريطانيا يعني حقيقة سيرته مليئة بالسفر وبالعمل من أجل العراق حتى نجح مع ثلة من الوطنيين في عام 1930 في دخول العراق في عصبة الأمم وكان ذلك إنجازا كبيرا حققه في سيرته السياسية حينما وتولى العمل في خلال عدد من الوزارات بغض النظر عن رؤساء الوزارات كان يعمل من أجل القضية الوطنية يعني وبالتالي تعدد رؤساء الوزراء وعمل مع أكثرهم حينما سقطت وزارة يعني انتهت وزارة استقالت وزارة نوري سعيد في عام 32 أسند إليه منصب وزير العراق المفوض والمندوب فوق العادة في بريطانيا وبعد هذه المهمة عاد إلى تولي وزارة الدفاع في وزارة ياسين الهاشمي في 1935 في عهده صدر أول قانون للخدمة الزامية في الجيش وأدى دورا نشطا في توطيد الأمن في ظرف بدأت فيه ملامح يعني القلق والتململ السياسي في عام 1936 كانت تمت مناورات تجري في الفرق الأولى والفرق الثانية وكان رئيس الأركان طاه الهاشمي قد غادر العراق في مهمة رسمية فانتهز آمر الفرق الأولى وآمر الفرق الثانية بعمل عسكري كان في الحقيقة هو الانقلاب العسكري الأول بتاريخ العراق اتفقا على قلب نظام الحكم أو إسقاط الوزارة والتخلص من جعفر العسكري حقيقة كانت مؤامرة يعني مهمة فعلا وتمثل منعطفا في التاريخ الجيش تدخل القوات المسلحة في شؤون الحكم بعد أن كانت ساندة لهذا النظام وتولى بكر صدقي وكان آمرا لإحدى الفرقتين عملية التخلص من جعفر العسكري واقترن هذا بتهديد البكر صدقي الحكومة بالاستقالة وقام بإسقاط عدد من المناشير في بعض المواقع الحساسة في الحكومة وهدد بالقيام بهذا الانقلاب إذا ما نفذت يعني رغبته أو قراره بهذا التغيير إسقاط الوزارة والمجيء بوزارة يرأسها حكمة السليمان والذي حدث بعد هذا أن جعفر العسكري يعني أراد أن يجندب الجيش الدخول في هذا المعترك السياسي الجديد أدرك خطورة هذا الأمر فقرر والحكومة مجتمعة يعني تفكر بما يمكن أن تفعله أمام هذه الأزمة الجديدة غير المتوقعة التي أثارها أولئك الضباط قادة الفرقتين فذهب بنفسه بشخصه ليهدئ الجيش أو ليتفاهم معهم يتفاهم مع تلك القيادات يعني الجيش كان مواليا له بالتأكيد يعني كان هو ينظر له أنه أبو الجيش هو مؤسس الجيش فذهب في طريق بعقوبة وهو يعني بنية التفاهم مع أولئك الضباط وعلى رأسهم بكر صدقي وهنا كانت المؤامرة يعني قد نسجت خيوطها واقتيد طبعا بحجة أنه للقاء ببكر صدقي لكنه اقتيد إلى حيث قتل وكان عدد من الضباط يعني مهيئين للقيام بهذا العمل وقاموا باغتياله والرصاص وسقط مضرجا هذا الرجل الذي صنع الجيش العراقي الذي أسس الجيش العراقي يقتل من قبل بعض من كانوا يرتدون زية هذا الجيش حقيقة كان هذا يعني مفاجئا للجميع وكان سببا لحزن عميق اعترى قيادات وأفراد الجيش العراقي بل الشعب العراقي بأجمعه وحينما نشرت بعض مذكرات أولئك النفر من الذين قاموا بعملية الاغتيال جميعهم أشار إلى أنهم لم يطلقوا الرصاص عليه وإنما أطلقوا الرصاص وهم مكلفون بإطلاقه من قبل القائد العسكري من قبل بكر صدقي أطلقوا الرصاص في التراب أو في مناطق قريبة من قدميه لكنهم لم يجرؤوا أن يضربوه بالرصاص ولكن ضابطا يونانيا كان موجودا في الجيش العراقي ولا أعرف بالضبط يعني ما هي سيرته في هذا الجيش يعني وهو يوناني يدعى لازار هذا الرجل هو الذي أطلق الرصاص على جعفر العسكري وأرداه قتيلا وبالتالي خسر العراق أحد رموزه الوطنية الكبيرة التي اقترنت بجلائل الأعمال وأهمها تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني من كل سنة يتذكره العراقيون في كل سنة سيرة جعفر العسكري حقيقة سيرة ضابط زاهد بمعنى الكلمة يعني هذا الرجل حينما قتل لم يكن يملك شيئا خرج من الحكم ومن هذه المناصب التي تولاها صفر اليدين لا يملك إلا ذكر ما قام به من أعمال انتجاه وطنه لا يملك إلا احترام العراقيين له لما قام به لكنه لم يملك شيئا من حطام الدنيا مثله مثل كثيرين من أبنائه الذين ضحوا بكل شيء بل ضحوا بما يملكون من أجل تأسيس وطن مستقل ودولة حديثة سليمة هي الدولة العراقية أعزاء المشاهدين سيرة جعفر العسكري سيرة تستحق أن تذكر وأن تتذكر وإلى حديث آخر عن شخصية أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته